أعلن المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العبراني الانتهاء من اعتماد ستة مخططات تفصيلية جديدة ضمن الدفعة الرابعة من مشروعها لتحديث وثائق للمخططات التفصيلية نعم ودعا الخياط كافة ملاك العقارات للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال تسعين يوما من نشر الإعلان لاستكمال إجراءات تحديث وثائق ملكيتهم الواقعة ضمن المخططات التفصيلية المعلن عنها مشيرا إلى أنه يمكن الانتهاء من الإجراءات إما عن طريق زيارة مركز خدمة العملاء التابعي للهيئة أو عن طريق البريد الإلكتروني للهيئة أو منصة التخطيط اشتركوا في القناة